السلام عليكم ورحمة الله أحبتي في الله سعيدة بلقائكم في أول موعد أسبوعي أتمنى أن يجدكم في أحسن الظروف والأحوال وصلى الله وسلم على سيد الخلق وأشرف المرسلين فيديو اليوم استثناء بعيدا عن سلسلة الفيديوهات الخاصة بالمنتوجات المعالجة للتصبغات الجلدية أكيد الضرورة تحتم علينا تقديم هذا الفيديو عن الباقي ضرورة السبق في تقديم المعلومة وتقديم النصح كما عودت متابعي الأوفياء وكل من يثق بمحتوان المتوادع وأكيد الضجة التي يحدثها سانسليس وقلبي تفرض علينا التوضيح وسنبدأ على بركة الله بالواقع الشمسي سانسليس لكن قبل ذلك لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة فضلا أشياء بسيطة جدا لن تضركم في شيء بل ستنفع المحتوى في المضي قدما وتقديم كل مفيد وجديد وشكرا لكم مسبقا سانسليس الواقي الشمسي الذي خلق ولا زال يخلق ضجة والأكثر طلبا فقلت الأكثر طلبا في الأشهر الأخيرة أصبح غير متوفر حاليا بالأسواق قمت بطلبه مرار متكرر من شركات البيع بالجملة التي أتعامل معها فلم أتوصل به فاستغليت تواجد الشركة المستوردة لهذا المنطوج أدوزاس بالمعرض الخاص بالشبه السيدليات والسيدليات الذي أقيم مؤخرا بمدينة الدار البيضاء يومين العشرين والواحد وعشرين من الشهر الجاري فكان جواب ممثلها التجاري بأن المنطوج فعلا غير متوفر وما ترونه على الشاشة هو مجرد علب فارغة للمنطوج المنطوج هو من صنع إسباني لكن العلب التي يعبب بها تصنع في بلد آخر تعذر حاليا توفير عبوات جديدة وتم التعاقد مع شريك آخر لتصنيع العلب وفي انتظار تجهيزها وملئها بالمنطوج سيستغرق الأمر وقتا ولن يكون المنتوج متوفرا بالأسواق المغربية إلا مع نهاية شهر يونيو المقبل بإذن الله إذن بالنسبة لسان سيليس الأمور توضحت الآن لا داعية للبحث عن المنتوج لأنه غير متوفر حاليا ننتقل للشق الثاني من الفيديو مع الواقي الشمسي قلبي سبق وأن قدمنا فيديو عن هذا الواقي الشمسي لمن شاهده أكيد لديه فكرة عنه ولمن لم يشاهده سنزرك بالمقترحات رابطه حتى يتصنى لكم مشاهدته تتذكرون جيدا أن هذا الواقي الشمسي هو من صنع مغربي محض مؤخرا قمت بجلبه لمن طلبه من زبنائه يعني تحت الطلب لا أروج له ولا أضعه يعني بمقر عملي بالمرة الغريب في الأمر أن جميع من يطلب هذا الواقي الشمسي أو غيره من الواقيات الشمسية التي تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي لا يراعون بالمرة أو لا يأخذون بعين الاعتبار نوعية بشرتهم وهذا يشكل خطرا نسبيا على طريقة حماية الواقي الشمسي وهل سيلائم نوع بشرة الزبون أقول دائما أنه من شروط جودة الواقي الشمسي في إعطاء الحماية الكافية ملاءمته لنوع البشرة عامل حماية ابتداء من خمسين خلوه نسبيا من الرائحة أو مئة في المئة وعدم توفره على لون وهذا ما أركز عليه أكثر ملاءمته لنوع البشرة أما بالنسبة للمواد الحافظة وعلى رأسها البغب فأؤكد لكم أنه لا يوجد منتوج خالي من مواد حافظة حتى وإن كتب أنه خالي من البرابين فالبرابين ليس المادة الحافظة الوحيدة المتواجدة بالقطاع التجميلي فهناك أسماء عديدة لمواد حافظة ووقع الزب فقط على البرابين فقلت الأشخاص الذين اقتنوا قلبي 90% منهم أخبروني أنه سبب لهم في ظهور بطور مع حكة أو مرافقة مرافقة بحكة هذه البطور مرافقة بحكة والغرض من كلامي هذا هو أن تحاولوا ما أمكن أن تهدأوا ولا تتفهفتوا وراء الإعلانات أن تكونوا رزينين في اتخاذ قرار اقتناء المنتوجات ذكرت هذه المسألة مرارا وتكرارا وسأظل أكررها دائما مادمت أرى أن من ينساقون أو أرى أناسا ينساقون بلهفة وجنون وراء كل ما يروج له الواقي الشمسي يبقى واقي الشمسي يوفر لنا الحماية من أشعة الشمس لن يمنحنا شبابا ولن يخلصنا من التصبغات ولن يحل لنا أي مشكل من مشاكل البشرة بل على العكس من ذلك إن نحن أسأنا اختياره سنورط بشرتنا في مشاكل كثيرة يصعب علاجها فيما بعد واستغلوا الفرصة وأذكركم بواقيات شمسية أثارت ضجة وجدلا ثم تناشت ولم يعد يذكرها أحد فأكيد تتذكرون نيودرن إكرو أكيد تتذكرون وميلوستان قطرون دو أو ثمانية ألاف تمانمائة واثنان وثمانون أكيد تتذكرون فوتويت إكرو أكيد تتذكرون أسيرا وإسدين هذا لا يعني أنها واقيات شمسية رديئة لكن في نفس الوقت ليست منتوجات معجزة بحسب ما يروج لها وتجعلنا نتهافت ونتسابق لاقتنائها لدرجة نفاذ المعزون فكما أقول دائما رفقا ببشرة كنا وبشرتكم وحكمنا وحكموا عقلكم لكل منتوج أو منتج دوره الخاص أو المنوط به يؤديه وفقط المنظف يبقى منظفا والواقي الشمسي يبقى واقي شمسي والمرتب يبقى مرتب وصحة البشرة سرها سرها في القاعدة الثلاثية تنظيف ترطيب وحماية كل يوم ولا سبيل غير هذا والجري وراء منتوجات وهمية هو تدمير لبشرتنا بدون منازع لهذا دائما أحرص على أن أؤكد لكم وأن أغضح لكم أن كل ليس كل ليس كل ما يروج له هو مفتاح لسر جمال البشرة لشبابها لتخلصها من التصبغات ولتنظيفها جيدا يكفي أن نختار ما يلائم نوعية بشرتنا وما يلائم يعني طبيعتها لننعم بمشرة خالية من المشاكل والشوائب هذا هو السر فقط فأتمنى أن أكون قد وفقت في اختيار موضوع اليوم وأن أكون كالعادة قد وفيت وكفيت تبتم وطابت أوقاتكم في أمان الله أحبائك ترجمة نانسي قنقر